تتواصل في مدينة شرم الشيخ فعالية قمة المناخ بمشاركة دولية واسعة وفي اليوم الخامس تم عقد جلسة الشباب والتي مثلت فرصة أمام الشباب لطرح أفكارهم لمواجهات التغيرات المناخية وخلال الجلسة أكد الدكتور محمود محيدين رائد والمناخ لرئاسة مصرية لمؤتمر أطلاف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي كوب 27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة أكد الحاجة إلى التضامن والعمل على تنفيذ جميع الأفكار والخطط البناءة التي تم ترحوها في مؤتمر شرم الشيخ لمواجهات تدعيات وأثار تغير المناخ حول العالم